أبو قاسم، الرجل الأربعيني من أبناء الغوطة المحاصرة، والذي لديه أحلام وأمال أكبر وأهم من البحث بين أكوام النفايات والخردة، بحثاً عن أكياس وقطع بلاستيكية يبيعها لتدر عليه بضع ليرات يشتري بها طعام لطفلته وزوجته. يعاني أبو قاسم كغيره من أبناء الغوطة من سوء تغذية حاد، سبب له الهزال الشديد، فضلاً عن تدهور حالته الصحية، حتى بات في كثير من الأيام غير قادر على الوقوف. صحتي بالدهور عن أول كثير عن أول، جسمي ما قادر فيه مثل حيل مثل أول اشتغل، وغزة ما فيه، ما أنا أصدر ذلك بجسمي، ولا شغل لا فيه عمله، ولا حاسل اشتغل أي شغلين. وجبة صغيرة لا تشبع حتى طفلاً يحبو، هي جل ما تتناوله عائلة أبو قاسم إن استطاعت تأمين طعام في أحسن الأحوال. وبدلاً من غاز الطهوي، يعتمد أبو قاسم وزوجته على نار يشعلها في شرفة منزله لغلي الماء، وطهي قليل الطعام لديه، والاستعانة بها للتدفئة مع انقطاع التيار الكهربائي منذ سنوات عن أحياء الغوطة الشرقية. يقول أبو قاسم في أحيان أخرى تتصدق جمعيات خيرية عليه ببضع ما تحصل من دعم، إلا أنها ليست دائمة. يعني أيام البلاد بيبكوا، بيظلوا بيبكوا يجوع، لك لا فيه غزة مثل أول، لا فيه، وهلأ أنا صحتي كل مرة إلى وراء، هلأ بتتراجع، وحيلة هلأ ما فيني، يعني أيام بدي أعبي لهم ماء، ما بحسن أعبي ماء. حاله كحال أربعمائة ألف مدنياً بالغطة الشرقية، يعيش أبو قاسم في ظروف مأساوية جراء حصار قوات النظام للمنطقة والقصف المتواصل عليها منذ سنوات، حتى أنه منذ أكثر من ثمانية أشهر شدد النظام الحصار ما أوقف وصول جميع الأدوية والمواد الغذائية إلى المنطقة. لم تعد البراميل والصواريخ أسباب لقتل السوريين، فالموت جوعاً حصد العشرات من أرواح الأبرياء، صور لبقايا بشر، أجساد تلفظ أنفاسها الأخيرة، ولسان حال السوريين اليوم، هل من بين رجال عمر بن الخطاب يشبع بطوناً خاوية أنهكها الجوع؟ ترجمة نانسي قنقر